تكرار بإذن الله أولا الفعل الماضي تعريفه هو ما دل على حدث وقع في الزمن الماضي ما دل على حدث وقع في الزمن الماضي لما أقول مثلا أكل ديل على أن هناك أكل حدث هو الأكل حصل في الزمن الماضي لما أقول كتب ديل على أن هناك كتابة حصلت في الزمن الماضي أما على فله علامات قال العلماء من علامات الماضي هو أن يقبل تاء الفاعل وتاء التأنيث وهنا تساؤل ما الفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث قالوا تاء الفاعل متحركة سواء تحركت بضم أو بفتح أو بكسر أما تاء التأنيث فهي ساكنة والتاء سواء كانت للفاعل أو للتأنيث فهي لا تدخل إلا على الفعل الماضي أقول أكل تو وأكل تاء وأكل تي هذه كلها تاء فاعل تاء فاعل يعني أنها ضمير اسم ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل أما تاء التأنيث فهي التي حرف لا محل له من الإعراب يأتي فقط للدلالة على أن الفعل أو للدلالة على أن فاعل الفعل مؤنث فأقول كتبت ودرست لاحظ معي هذه التاء تاء ساكنة هذه كلها من علامات الفعل الماضي الفعل الماضي الأصل فيه أن يبنى على الفتح أقول زرع حفظة وغيرها هو فعل ماضي مبني على الفتح لكنه قد يبنى على السكون متى يبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل المتحركة على سبيل المثل أقول أكلت 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 حركة آخر الفعل هي السكون أيضا قد يبنى على السكون إذا اتصل بناء الدالة على الفاعلين نقول أكلنا إذن هو يبنى على الفتح وهو الأصل إذا لم يتصل به شيء أما إذا اتصل به ضمير رفع فهو يبنى على السكون ومن ضمائل الرفع تاء الفاعل المتحركة وناء الدالة على الفاعلين انتهينا من الفعل الماضي وسنأخذ الآن الفعل المضارع النوع الثاني من أنواع الأفعال هو الفعل المضارع تعريف المضارع قالوا هو ما دل على حدث وزمان حال أو مستقبل إذن دلالة الفعل المضارع يدل على حدث يعمل في الوقت الحاضري أو في الوقت المستقبل بدخول السين وسوف هذا الفعل المضارع أخذنا تعريفه وهو النوع الثاني من أنواع الأفعال ما علامته قالوا للفعل المضارعي علامتان العلامة الأولى لم لم هذه لا تدخل إلا على الفعل المضارع نحو قول الله تعالى لم يلد ولم يولد هذه اللم لا تدخل إلا على الفعل المضارع فلا تدخل لا على الماضي ولا تدخل على فعل الأمر أيضا من علاماته دخول السين وسوف السين وسوف وهما حرف تنفيس ينقلان معنى المضارع من الحال إلى الاستقبال أقول على سبيل المثال سأذهب سيرمي أو سوف يعطي أذهب ويرمي ويعطي كلها أفعال مضارعة لأنها قبلت دخول السين وسوف الفعل المضارع في إعرابي هو الفعل الوحيد المعرب من الأفعال المضارعة الفعل المضارع قد يأتي قد يأتي مبني وقد يأتي معرب والسؤال متى يبنى الفعل المضارع ومتى يعرب قالوا يبنى الفعل المضارع إذا اتصلت به إما نون توكيد سواء كانت نون توكيد خفيفة يعني ساكنة أو نون توكيد ثقيلة اللي هي المشددة أو نون نسوة الساكنة أقول مثلا قال الله تعالى والوالدات يرضع يرضع ناء والوالدات يرضع ناء النون هذه نون نسوة الفعل المضارع يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة والمطلقات مثلها هذه يتربص ناء هذه نون نسوة وهذا آخر الفعل مبني على السكون إذن يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة طيب إذا تصل به نون التوكيد الخفيفة والثقيلة تالله لا أكيد هذه نون توكيد ثقيلة لا أكيد لاحظوا معي الدال آخر الفعل يبنى على الفتح الاتصاله بينون التوكيد الثقيلة إذن الفعل المضارع يبنى على السكون إذا اتصل به نون النسوة ويبنى على الفتح إذا اتصرت بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة متى يعرب؟ يعرب في بقية الحالات إذن هو معرب على أصله ينصب ويرفع ويجزم وهذه حالات الإعراب التي تكون في الفعل المضارع وسيأتينا في موضوع إعراب الأفعال إعراب الفعل المضارع النوع الثالث من أنواع الأفعال وهو الأخير هو فعل الأمر فعل الأمر قاله ما دل على حدث وقع في زمن مستقبل إذن ما دل على حدث وقع أو سيقع في المستقبل مع دلالته على معنى الطلب فيه معنى طلب بعكس الفعل الماضي والفعل المضارع هذا هو الفعل أو فعل الأمر ما علامته؟ قالوا لفعل الأمر علامات أبرز علاماته أن يقبل يا المخاطبة تتصل به يا عند مخاطبة الإناث أقول أكتبي أدرسي اذهبي هذه الياء يستسمى يا المخاطبة هذه الياء لا تدخل إلا على فعل الأمر فقط فلا تدخل لا على مضارع ولا تدخل على ماضي العلامة الثانية من علاماته قالوا علامة مشتركة بينه وبين الفعل المضارع أن يقبل نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة زايد الطلب لابد أن تربط قبولة لهذه النون بالطلب لأن النون لوحدها علامة هي من علامات المضارع أيضا وبالتالي سيحصل هناك إشكال إذن نقول أن يقبل نون التوكيد مع دلالته على الطلب ما حكمه في البناء قاعدة في بناء الفعل الأمر يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه إذن ليس له علامة محددة القاعدة في بنائه أنه مبني على ما يجزم به مضارع هذا الفعل إيش ممكن يجزم به الفعل مضارع يمكن الأصر فيه أن يجزم بالسكون إذن يكون فعل الأمر مبني على السكون علامة أخرى للجزم إذا كان الفعل معتلا هي حذف حرف العلة إذن هذه علامة أيضا من علامات بناء الفعل المضارع إذا كان الفعل من الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة فإنه يجزم بحذف النون إذن هذه علامة ثالثة هذه كلها علامات بناء للفعل المضارع بحسب نوع هذا الفعل أقول أكتب مبني على السكون أقول ادعو مبني على حذف حرف العلة لأن أصل هذا الفعل يدعو لو دخلت عليه لم حذفت الواو إذن هو مبني على حذف حرف العلة أقول اكتبوا مبني على حذف النون لأن أصله يكتبون أصله في المضارع يكتبون لو دخلت لم حذفت النون هذا هو فعل الأمر وبهذا ننتهي من أنواع الفعل الثلاثة الماضي والمضارع والأمر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر